احيانا بتحصل حاجات حوالينا او شفناها في اي عمل درامي ما نقدرش نصدقها ونقول دايما فيها مبالغة او واكاذيب الحكاية اللي حنقدمها للادي فاحب من الناس غريبة وعجيبة ومخيفة حكاية لما نسمحها مش حنصدقها لكنها حصلت بالفعل حكاية اجتمعت فيها الصدمة بالفرحة بالزهول في نفس الوقت حكاية شاب اسمه رمضان تم الاعلان عن وفاته بعد ما وجد اهله جسده في النيل وبعد ما دفنوا وفي ليلة من ليال العزة في رمضان كانت المفجأة الصدمة لقوا رمضان داخل عليهم رمضان اللي دفنوا جسده لسه عايش ما ماتش ازاي حصل ده وإيه الحكاية حنعرفها من رمضان نفسه معنا كمان اخوه عبد الله والدته الست ناتية اهلا وسهل اهلا مهدد حضراتي ويعني نورتونا وشرفتونا ربنا بركك خان عبد الله ايه اللي حصل والله كنا احنا بقنا خمسين يوم مندور على رمضان ومنعرفش عنه حاجة وبلغنا في الاسم تلاتة ربع مرات نعمل محضر قالوا سأله عند صحابه والمستشفيات ودوروا عليه الاول وبعدين تعالوا نعمل محضر سألنا كتير طبعا معرفنا اشنه وصله وراحنا للاسم برضو مرتين تلاتة علشان نعمل محضر برضو المحضر برضو ما حدش اريده يعمله لحد ما جات صورة كده من اسم دار السلام شابه محمد شابه رمضان بالزرط فاحنا رايح نعمل محضر تاني فقالت طب خد تعرف على الصورة دي طبعا قلت له مش هنعرف نتعرف على الصورة لان الصورة ما كانت مهزوزة مش واضحة قوي فلما رحنا على اسم دار السلام ورانا كذا صورة برضو ما تعرفتش عليه طب اكتر من كده قال لي لازم ان تروح مشرح الزنوم تتعرف اكتر طبعا روح تروح مشرح الزنوم كان بقاله خمس ايام في المشرحة بعد عشرة ايام في المية الحالة كانت ضيعة خالص طب سألت الدكتور قلت له يا دكتور طب هل الحر بيفرد مع المية قال لي اه طبعا طبعا ببص على الحالة اللي كانت موجودة نفس السنة اللي مكسورة عند رمضان هي اللي مكسورة عند الحالة نفس الحر نفس الحر اللي في دراعه ونفس الحر اللي في رجليه سبحان الله يعني وبعدين خدنا الحالة استلمنا الحالة وروحنا دفناها خلص انت اتأكدت انه هو اه تماما اخوك رمضان تماما خدنا الحالة استلمنا الامانة دا انا كنت في البيت كنت في البيت وبعدين استلمنا الحالة ودفناها وبعد ما دفناها قدنا الثلاثة ايام العزة وبعد الثلاثة ايام لحظة واحدة لما انت قارفت ان ابنك ما اتعملت ايام اللحظة انا بقيتها عاية وصوت بقيتها عاية وصوت وقالولي يعني ما تصوتش كده قلت لها علشان دا دوت ابني قاله العاية ايام عاييرجعلك تاني ما بقاش همين انا نفسي وبقيتها عاية وصوت وقل لي يا بي حدرت الدفنة بتاعته ايوه قلت له لا انا لازم احضر الدفنة وعاوز اموزه وهو متكفر مم فقال بي راح اقال لي خلاص هخليك تبوسيقه ولم القناة بقى جاي في العربية روحت انا عند الجامع ورح مناديين بعدين النص يعني ما صلوا عليه وصلوا صلوا صلاة الجنازة وطلعوا ثلاثة اربع رجالة راح لخشبة سايبينها والناس جان بيها وقالوا لي طب تعالي ابوه وقال له تعالي بوصيل راح قال لي ووشه هو وبوصي من قرده رحت بقى السلامة وقلت له مع السلامة يا ابن قلت لا اله الا الله لا اله الا الله ابني ما تشاهد النهاردة عادي وربنا سطرها عليه وسطرها في الدنيا وسطرها في الاخرى طلعت تصريح الدفنة طبعا تمام طلعنا تصريح الدفنة وبعد ما تفنناه خمس يوم في واحد جارنا اسمه محمد مصطفى كان بيجيب مراته من البلد وشافه هو جاي وقف ياسا وقف السواق نزل بصله كده بيقول له انت محمد علاء محدش يعرف اسم رمضان ده طبعا عندنا عند البيت لانه هو من صغره هو اسم محمد هم عارفين ان اسم محمد فبيقول له انت محمد قال له ايوه فرا حتصل على على واحد من جنبينا دخل على ابويا وقال له الأمر بيقول واحدنا انت لاتا ان محمد لستعيش ان رمضان لستعيش ما متش طب هو فين قال له هو جايب وهو جايب بقيت حالة زغول غير عادية خالص الصدمة الاكبر لما دخل علينا وصل ايه انا اغم عليها وواحد تاني من صاحبه اغم عليها كانت حالة صعبة جايب حاج اغم عليه وانا بقيت اقول لا اله الا الله لا اله الا الله واتحك وعايت في نفس الوقت والامة اللي دفن دوتني اللي احنا اخدنا الجثة بتاعته ودفنناه ده مين بقيت اقول لا اله الا الله سبحان الله بقيت اعاية اتوضحك واسرخ في نفس الوقت حصل الزهو لحد ده ما شفته قدام والدفن ده مين ده مش عارفين جثته يعني مش عارفينه مين دفنته في الترب بتاعتكم هو راح التربتنا مش عارفين هو مين هو لحد دلوقتي ملغوش قهر شيء صعب انك انت كون بتفخدي ابنك وبعدين بتلايه ا Coronavirus اي ايو شيء صعب انا كنت ساعتها بالجنب كان دوكي أحسس انه ما ماتش لأ بس انا كنت يعني اول ما بسسته كان قلبي مولع ومحروب ما كنتش بنايا كنت باعض عيل بس أول ما بصت ويعني بصت الجسة اللي ما تكفينا دي وقلت ابني مع السلام يا ابني أنا ربنا نزل في قلبي يلوح تالي أنت كنت متأكد أن أخوك ها؟ لأن العلامات اللي كانت موجودة في الجسة موجودة هن الحاجة سبحان الله موجودة فخوية موجودة في الحلال اللي كانت موجودة قدامي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة احنا مش عارفين تب عرفت ازاي ان اهلك افتكروا انك انت موت ما هون حضرتك انا ما كنتش عارف حاجة فكنت واقف في التحرير كنت نزل في التحرير في اليوم ده فلقيت واحد بيدي عليها بيقولها محمد علاء محمد علاء لان حضرتك طبعا هم رمضان ده اللي كان يعرفوا اللي كان معايا في الجيش او اللي كان معايا في المدرسة غير كده ما حدش عارف اسمه رمضان خالص فلقيت واحد بيقولها محمد علاء فبصيت ملاقيتش حد شوية واقيتوا جايلي بيقول لي انت محمد علاء طلق اوه قالت دينا دفنك من ثلاث يهن بيدي طلق اوه ما تهزرش عشان ايه هي مش طالبة هزار انا نفسياتي مش متزبطة فما تهزرش فلقيتوا بيقول لابك امك بيموتوا واخوتك بيموتوا ارجع اخوك عبدالله خلاص بيموت كلمة ده اخوك عبدالله بيموتوا وابك امك بيموتوا معرفش ان ازاي وقعت من طولي عطا عيط ديتوا بيتزر بواحد عندنا في الشارع لدينا ابويه كلمته فبكلمه بيقول لي انت مين بيقول لنا محمد بيقول لي محمد من متزرش محمد ابنها دفنته طول انا محمد ابنك فبعد كده امقافل اموتسلين على عبدالله فبيقول لي انت مين بقول لنا اخوك قال لي اخويا مات قطول لي اخوك عايش كلمت اخويا مات دي ده بحيتني من جوايا فقطول لي اخوك عايش قال لي يثبتلي طبعا انا قبل مامشي كنت طبعا كل ما روح محل اشتغل فيه عشان حضرتك عندي حرق في وشي وفرقاتي اللي يشوف الحرق يقول لك ايه ما شغلكش ما تجيش طب استنى انا هقطعك في الحية التالي فضل يا فاندم معي التليفون مع التليفون الأستاذ دكتور ابراهيم كامل أستاذ جراحة التجميل والحروف وقلية طب جامعة اين شمس دكتور اهلا بيك يا فاندم اهلا بيك يا سيد دكتور عامل ازاي حضرتك الله يخلي حريك اخبار حضرتك كويس قل له تمام الحمد لله عندي حالة هنا عندها حروق وانا عارف ان حضرتك دايما يعني متعاب معنا في كل خير فهل في حاجة نقدر نقدمها له هو طبعا مرضى الحروق نقدر يعني نتعدهم كده طبعا وذات الأستاذ طبعا اه انا حب اشوف عندي في المستشفى في دار الجمال يجي لي يشرفني ونشوف الحالة ونتعاون معها بإذن الله وان شاء الله يعني نقدم له كل اللي نقدر فيه لازم طبعا نبقى مريض الفروق عارف بس معلومة مهمة كده حاولها بسرعة قوي ان تشوهات ما بعد الحروق تبقى علاجاتها غير تقليدية لازم المفهوم الحديث دلوقتي في علاج مرضى الحروق انه بيكون طريق طبي متكامل بتكون من جرحين التجميل وجرحين للجلد وكمان الليزر بتخش بزور كتير جدا التخذية الى مجرد طبيعي تأهيل النخص فده ان شاء الله كله بإذن الله حنقدمه ان شاء الله وبإذن الله نشوف نتيجة شكرك ده عهدنا بيك دايما دكتور إبراهيم وانت دايما صبق بخير دايما وانا بشكرك مقدمة جدا اكيد انت سمع الحالة حالة غريبة وعجيبة وقصة انسانية يعني اثارت الرأي العام كله فانا بشكرك جدا على تفضلك بيعني انك انت بعلاجه ان شاء الله بإذن الله تحتامك بشكر جدا دكتور ان شاء الله يجلساتك على طول ان شاء الله بشكر جدا جدا دكتور إبراهيم متكفل بعلاجك بالكامل من موضوع الحروق ربنا يبارك لك السحام ربنا يبارك لك ان شاء الله كده يعني عشان نتوي بقى صفحة الحروق وترجع طبيعي وترجع تشتغير تاني كما كنت ان شاء الله ربنا يبارك لك يا خمد وحنا هنتوي عكب ربنا يبارك لك يا خمد ان شاء الله ربنا يبارك كملي بقى يا سيتي وبعدين حصل إيه بقى لما دخلت عليهم ايه اصف لي كده واحد واحد مراتك مراتي طبعا ما كنتش موجودة عند أهلي في الوقت ده مراتي جد بعد منها مجيد لاني طبعا بينها وبين أهلي ايه يعني نقول ايه حوالي نص ساعة ساعة على ربع عملت ايه لما شافتك طبعا هي زهول لما شافتني زهول تاني ابنك ابني ليس صغير عنده خمس سنون والدك والدي اول ما شافني كل ما قطيت على ايده بستها وعلى جلده بستها بس الارض ساعت اغم عليه وعلي كده 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 امي امي شفت في عينها فرحة وزغرتت ان انا رجعت ما شفتهاش من 2007 عبدالله عبدالله اول ما خدته في حدنة كان اول مرة في عياته اخذه في حدنة ويغم عليه اخوي اللي اصغر مني اللي اصغر من عبدالله كان بيه عيات وبيضحك مش هعرف انت عايش الحقيقة قصة بتحصلش يعني الحقيقة انا زي ما قلت في مقدمة لقولتها فيلم مش هنصدقه فمنها حصلت في الواقع عايز يقول لحديتك معلش يا استاذ عمر على حاجة انا لما دخلت اسم داري السلام مأمور الاسم يقولين انت عندك 11 علامة وهو عنده 11 علامة ياه 11 علامة يا استاذ عمر سبحانك يا رب يا استاذ عمر مش عبدالله بس اللي شاف الجث عبدالله ومحمد وعمو وصاحب وكلهم قالوا ان انت كله قال محمد علامة مات لا يا حوال الله هو ده ده صاحبي اللي بيقول ده صاحبي اول ما خدته في حدنة اخم عليه ترمى في الارض اخم عليه بقول لك بعملنا فيلم الناس بس الدوش بس الحيطة انا كنت بتخيل بحس الدين يا عماليا صاحب وعموها الحمدل على سلامتك يا رمضان حمدل على سلامت ابنك يا ربي خليه ان شاء الله انا اتابع معك موضوع الجراحة بتاعت الحروب ان شاء الله ربنا يبارك الحمدل على سلامت اخوك يا عبدالله ربنا يبارك ربنا يخليكم البعض بلعش تختيفي تاني يا سي رمضان والله يا استاذ عمر حيزي الله حددك على حاجة يعني الحقيقة انت ما كنتش كيز في الموضوع ده لما تقعب بعيد عن براتك وابنك العاجل ست سنين وابوك وامك واخوك واخوك ستين يوم لخمسين يوم النفسية يا فاندي ما انا عايزه بحددك النفسية يعني انا من ساعة ما اتحرق وحياتي كلها اتدمرت عشت 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 ونعمل بالله الله مش فيه حاجة مش فيه ربنا موجود والايمان ايه الايمان بالله هو ان الايمان ان ربنا قادر على فعل كل معجزة تعتقد البشر انها لا بتحقق وطول ما انت ربنا بمديك صحة هواء فالحيالة فيه حصل حال عندك مرض عندها امرض امانك بالله اللي تكون اقوى من اي حاجة تاني بتخلص الشيطاني واشوستي واسوستك يبقى ايدك كده وياه الحمد لله ويدفنوا ويطلعوا جنازة اصلا انتا مش متخيل يعني الناس لما هتحس ان انا بقولوا واحد مات اخ واب وابن يعني له ثلاث ادوار والناس دي كلها حزين عليه وكلهم متأكدين ومات ودفنوه يلوه يدخل عليهم بعد خمس ايام ده ممكن فيه فيه ابا ممكن لما يبنوه يموت هو نفسه يموت ايوان ابوه كان بيقول وفيه ناس من فرحة ممكن تموت يعني اللي عايز اقولك دراما لم اراها من قبل انا اقول لها بيتك والدي اول ما ما شافني وانا سلمت عليه بعد ما بصد قد اضم عليه انا بقاش مصد اول زوق انت احنا دفناك الحتة بتاعتنا كلها اربع شوارع ولا ست شوارع وبص لقيتهم مالو الشارع قصة انا حبيت اعدماكن في واحد من الناس الحقيقة لو اتحكيتلي او شفتها فيلم مش هصدقها لكن زي ما قلتلكم احيانا دراما الواقع تكون اكتر الما ومرارة من دراما التليفزيون والسينا بشكركم جدا